اشتركوا في القناة القمر رح يكون اغلب اليوم بمنزلة الشرطين هاي المنزل جيد لكل ما يخص النساء جيد للقص الشعر جيد لتقليم الاضافر العمليات الصغرى الاسنان جيد للعلاج ولكن اي اشي تاني غير هيك فهي سيئة ويفضل فيها عدم البدء باي شيء مهم تأثير القمر لما بكون موجود في الحمل بنشعر كلنا بطاقة كبيرة للعمل بنكون اكثر تصميم واكثر استقلالية بنبادر بمشروع جديد ولكن من المحتمل اننا نتصرع في تصرفاتنا وممكن نتهور ايضا يجب ان نحذر اكثر في الطرقات من السرعة الفائقة نلاحظ ايضا في هذه الفترة ان اقل صبر في التعامل مع الغير مما قد يوقعنا في متاعب ومشادات غير مرغوب فيها بنفقد دبلوماسيتنا ومنكون اكثر عدوانية في فترة وجود القمر في برج الحمل يستحسن اجراء فحص للي بحاجة فحص للعيون اذا استدعى الامر واللي حاب يشتري ورية يا نصيب هاي الفترة مناسبة وبرضو مناسبة لقامة الحفلات بالنسبة للزوايا اللي رح تتشكل خلال هذا اليوم ويبل ما نحكي في الزوايا بكرة في انتقال للمريخ فالمعروف انه العدوانية بتزيد يبل بثلاث ايام من الانتقال وبعد بثلاث ايام من الانتقال فعشان هيك الابراج اغلبها رح يكون فيها سلبية بسبب هذا التأثير اللي بيخفف شوي من حديته اللي هي اول زاوية رح يتكون الساعة ثنتين وثلاث عشر دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش اي زاوية تتليث بين القمر وبين المريخ بتلوح الفرص لتحصل على مكاسب مالية وبنندفع للاهتمام بصحتنا اكثر طبعا خلو المسار رح يكون من الساعة ثنتين وثلاث عشر دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش ويستمر للساعة اربعة برضو صباحا بتوقيت جرينيتش يعني تقريبا بحدود ساعتين الا ربع وهذا بيعني انه الفترة المذكورة هاي ما بين خلو المسار اللي بتكون بين خلو المسار دائما هاي الفترة بتكون سلبية لا تصلح للبدء باي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي احنا كنا ناويين عليه او اللي كنا بادين فيه قبل خلو المسار لما ينتهي خلو المسار الساعة الرابعة صباحا بيكون القمر انتقل للحمل وعمل اول زوايا ليلو في زاوية رح تكون الساعة اربعة وواحد واربعين دقيقة مساء هي بين عطارد وبين المشترية هاي الزاوية زاوية اقتران ايجابية عند حدوث هذا الاتصال نتشجع لممارسة نشاط يتضمن تحدي فكري كمان هذا الاتصال بيزيد من احتمالية السفر والاتصالات في زاوية تربيع سلبية بين القمر والمشتري رح تكون في تمام الساعة ستة وثمانتاشر دقيقة مساء في لحظتها يجب توخي الحذر ممن يحاولون استغلال طيبتنا وكرمنا اما الزاوية التي تليها هي زاوية التربيع سلبية بين القمر وعطارد اللي رح تكون الساعة ستة وواحد وثلاثين دقيقة مساء بعض الاشخاص بيشغلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لا طائل منها وبتجعلهم مزاجي الطباع طبعا زي ما هو معروف انه ساعات الليل بتكون نهار في دول اخرى فعشان هيك بنحكي الاحداث كأنها نهار عشان يستفيدوا منها اللي موجودين في امريكا او كندا او في اي منطقة بتكون ساعات الليل او منتصف الليل عندهم بتكون نهار احنا بتكون عندنا الليل وعندهم نهار برج الحمل يظل التعب مسيطر عليكم لليوم الثالث حتى ساعات الصبح من ساعات الصبح تبدأون فترة افضل تعيد اليكم نشاطكم المفقود احذر من مزاجك وعصبيتك وكلامك اثناء التعامل مع الغير برج التور تنشطون في ساعات الليل بين الاصدقاء اما في ساعات الصبح تدخلون فترة غير مريحة تلزمكم الانتباه اكثر الى صحتكم حاذر من الدخول في مناقشات او جدال مع الاصدقاء ممكن يتطور للأسوأ برج الجوزاء برج السرطان برج السرطان في ساعات في ساعات الليل من يتقدم لامتحان او مقابلة يجب ان يستعد جيدا اما في ساعات النهار تنشطون في اتصال او سفر بعيد وبتنجحوا في المحافظة على مصالحكم الاجتماعية انتبه اثناء السفر تفقد كل اوراقك وامتعتك كما عليك عدم التسرع اثناء القيادة والتنقلات برج الاسد في ساعات الليل تفحصوا حسابا مشتركا وامتنعوا عن اي خطوة مالية جديدة اما في ساعات الصباح تنشطون في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لا داعي للمجازفات او الاهمال في العمل فقد تتعرض للمشاكل في العمل برج العذراء ينصب اهتمامكم حول تعزيز شراكتكم في ساعات الليل اما في ساعات الصبح تنهمكون في اعادة تنظيم اموركم المالية المشتركة احذر من النزاعات مع الشريك في العاطفة او المنزل او العمل لكي لا تكبر المشاكل برج الميزان في ساعات الليل واصلوا عملا بدأتم به من قبل ولا تبادروا في اي عمل جديد في ساعات الصبح ترغبون في تعزيز شراكتكم كما انتبهوا من النيران والجروح او الالتهابات على انواعها برج العقرب تظل العاطف قوي لديكم ويميل احباءكم الى التجاوب معكم في ساعات الليل ولكن في ساعات في المنزل او مع احد افراد افراد العائلة فمزاجك حد برج الجدي من يتقدم لامتحان يجب ان يركز جيدا في ساعات الليل اما في ساعات الصباح تفضلون الاجواء البيتية والعائلية تكونوا عدوانيين وقد يسبب مزاجكم خلاف او سوء تفاهم كما عليكم الحذر اثناء السفر والتنقلات وقيادة السيارات برج الدلو في ساعات الليل تجنبوا شراء اي حاجية ثمينة خففوا من النفقات اما في ساعات الصباح تكثر لديكم الاتصالات والتنقلات من المحتمل ان يعاني البعض منكم لمشاكل او نزاعات مع رفيق او رئيس في العمل او الزوج لأسباب تعود الى المال كما عليك تجنب التبذير برج الحوت في ساعات الليل انتم نشطون مع ذلك لا تبادروا في اي عمل جديد بل واصلوا ما بدأتم به من قبل اما في ساعات الصبح تنهمكون في ضبط ميزانيتكم لكن يكون مزاجكم سيء وتكونوا قليل الصبر مما قد يسبب لكم نزاعا مع محيطكم والله اعلم هيك وصلنا لنهاية حلقتنا يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك الى اللقاء اشتركوا في القناة